صباحكم ورد وعسل صباحكم ورد وعسل يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الكميل حلقة جديدة وعشان ما اطولش على حضراتكم حلقتنا النهاردة النفسانة والحقدانة واحد يطلع يقول لي نفسانة ايه وحقدانة ايه عم خالد ايه الكلام الكبير اقول له اه موفي حسودي وفي حقودي حسودي بضم السودي وحقودي بضم الدودي حلقة النهاردة مش السهزاء بحد حلقة النهاردة حلقة فضيعة من ضمن الحلقات الفضيعة اللي انا بعملها تابع الحلقة متنساش الديسلايك ها 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 وبما ان علم النفس وسيكولوجية الانسان انه كائن حقودي بالفطرة نرجع من بداية الخليقة قبيل وهبيل عملوا ايه ببعض مش دي نفسانا وحقدانا نخش على القرآن الرجل اللي عنده جنة واخوه اللي عنده جنة ده بيحسد جنة ده عقودي بالفطرة ايه يا عم الكلام الكبير ده واحد يطلع يقول لي يا عم انت عاوصة وصل لنا ايه اصبر بس اصبر تقيل جاي لو جيت تفتح محل فول وطعمية ماهن الفول وطعمية كلها زيت وشحم وبصل تلاقي اللي جنبك فتح فول وطعمية تفتح محل مبايلات تلاقي كل الشارع فتح مبايلات لدرجة ان انا فكرت افتح محل مبايلات واسميه اشتري مني واضلق اللي جنبي تحت شركة مقاولات تلاقي كل الناس باهم قاولين تحت قناة تلاقي كل الناس فتحوا قنوات بتصطد سمك تلاقي كل الناس فتحت قنوات سمك وما المين اللي هيصطد حاولت تطور من نفسك تلاقي الكل بيتطور من نفسه ما طولش على حضراتكم كل ده مشروع ان انت دايما بتقلد اللي احسن منها عمرها ما بتقلد اللي هقل منها يا رب تكونوا كويسين وصباحكم مرد وعسن الغيرة في التطور والفكر حلوة الحاجات دي بتعمل منافسة شريفة بتعمل تنافس جميل الناس لما بتفتح جنب بعضها بيبقى كله في صالح حضرتك صالح المستهلك ودي حاجة كويسة لكن اللي مش كويس الحقد والحسد والغيرة ليه يا درجية الحاجات بيبقى كريو الكريو جميل دول اولاد المنطقة الجيران اول ما بيشوفوني ييجوا جاريا عليا عاوزين يسلموا عليا عاوزين يتصواروا لو انت انسان سيء عمر ما الاطفال هنا في اوكرانيا هتيجي تلزق فيك ابدا استحالة والناس اللي عايشة هنا في اوكرانيا عارفة الكلام ده بخلي بالك الكويس كويس لنفسه والوحش وحش لنفسه نرجع لموضوعنا اصحى الصبح الاقي تعليقات غريبة الشكل بالليل الاقي تعليقات عجيبة الشكل بدأت اشك في نفسي هو انا بعمل ايه كن انا بجيب رقصات كن انا بحشش في القناة واحد يقول لي يا هم ايه الالفاظ اللي انت بتقولها دي ام يا بتاع شغل برا انت يا بتاع المهندسين واحد تاني يقول لي انت مكنك مش في القناة انت مكنك في قناة البي بي سي تعمل اعدادات برامج اكملنك اصلي اللي تنطط علينا يعمل اللي عطاك يعطينا بص نفسك وشم ريحتك وريحتك تغنينا ما تستهيفش غيرك عشان غيرك ما واحد معلق ته 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 تو 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 ايرا 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 ته ته تو 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 ايرا ايرا ته ته انا اصلا تهتهب تاني يطلع يقول لي اعم انا فرجت ع الفيديو بتاعك مش فاهم حاجة طيب ما هو دونكي يعني حمار وبعض البلدان العربية بسموه زمال من عجائب الدنيا السابعة ان نفس الشخص عمل كزا قناة فيخشوا على تعليقوا واحد يضرب واحد يا ابن تعالج يا ابن يا ابن انت بتغني على مين رح اغني على واحد تاني قوم اعمل لك كوبات شاي عشان تعدل الطاصة او كل حاجة حلوة دايما الناس بتقلد اللي احسن منها محدش بيقلد اللي اقل منه فيخرج واحد يقلدك وانتو عاملين ايه يارب تكونوا كويسين مش لايق عليك بس لما يكون تقليدك لايق على وشك على الكارزمة بتاعتك على شخصيتك طور من نفسك مش عيب بس لما تكون لايق عليك خلي بالك من الحكاية دي طلع لك واحد تاني يقولك البيت بتاعك اشتريته بكام صغيره انا عاوز بيت زي البيت ده زيه بالزبط كربون ايه يا عمارة يطلع لك واحد يقولك العمارة دي تسوى 300 الف دولار ان سبحان الله العمارة تسوى 120 بس او الله هطل بق مفيش مشاء الله اللهم صلى على النبي ربنا يزيدك ربنا يوفقك انت اشتريته بمبلغ وربنا زادك ما يقولش كده لا 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 ما يقولش كده لان الفطرة بتاعته حقودي وحسودي قعدت ابحس وادور في الانترنت بقول امكان انا عجبة امكان انا الناس بتهاجمني عشان انا فيا حاجة وما بتهاجمش غيري بدأت ابحس وادور وانا انكش ما انا بحب النكش لحد ما اكتشفت تعالوا اوريكم اكتشفت ايه اول حد لفت نظري معهني انا لا ببص لمشتركين ولا مشاهدات ولا قناة كبيرة ولا قناة صغيرة انا ببص للموضوع والمحتوى معانا ست مامة محمد ست المحترمة ربنا يكرمها ان شاء الله باذن الله رأيها في الديس لايك واللايك مختلف ست مامة محمد بتقول ان الديس لايك او اللايك لا يعنوا اي شيء في اليوتيوب الديس لايك او اللايك ده شيء معناوي لصاحب الشيء حتى انت في الشارع لما بتعمل لواحد كده يبقى سعيد جدا يقولك حبيبي ولما بتعمله كده بتقول لولا مختلفة القراء لبارة السلع الديس لايك واللايك عند اليوتيوب دونك يعني حمار بتقول كمان ان اول حاجة بيهتم بيها اليوتيوب هي المشاهدات وبتقولك كمان ان الديس لايك ما بيقفلش الفيديو وبرده ما بيقفلش القناة هو بيقفل حاجة تانية عندك تاني يقولي ايه يا عم الالفاظ واحد يطلع يقولي يا عم مامة محمد مش عارفة اقوله مع ان هي ست محترم وعارفة كل حاجة اقوله ماشي يا عم هسمع كلامك ونروح لمكان تاني الاستاذ توفيق الرجل المحترم صاحب قناة ريشة الرجل دون عمل فيديو سماه ردة فعل التعليقات المضحكة خلينا نشوف الرجل ده ليه بيقول ان هو جاله تعليق من واحد بيقوله انت شكلك وحش الاستاذ توفيق ابدأ ان الرجل اللي هو بوش سمح شكله وحش اقول انت شكلك ايه ورحتك ايه كترني بواحد كتب لي تعليق انت معجب بنفسك كل شوقت اطلع علينا بوشك خلاص يا عم انا اطلع لك بقفاية ايه رأيك بقفاية حل اطلع لك كده ايه رأيك وعد اتكلم معاك وكده حلو النيولوكي ده خلاص انا هبدأ حلقاتي بالشكل ده شام رحتك وبص نفسك نفس القصة بتحصلي وبرده بقول زي ما بتستهيف الناس الناس برضه بتستهيفك اقول لك ان مهما تكبر قناتك وتقول ان انا مش اشوف العجب سبحان الله بيجيلك العجب نروح لمكان تاني ونشوف رأي حدي قناة الاستاذ دروس اونلاين ساز احمد قناة كبيرة ورجل محترم لخص الموضوع ده في خمس نقطة قال لك النقطة الاولى ان البناء ادم اللي بيعمل لك ديسلايك او بيقول لك تعليق سلبي هو انت عارف ان هو مش تعرف توصله ابدا عشان كده بتجرقه الحكاية دي ان هو يقول التعليقات السلبية او يدوس ديسلايك مع ان سبحان الله لو قابلك فاس تو فاس هيبوسك وقولك حبيبي صراحة فكرني بالمثل اللي بيقول معاهم معاهم عليهم عليهم واحد يطلع يقول لي يا عم خالد معلش حقك علي لا باشا مش عاوزك تقول لي معلش تقول لي معلش ليه انت مش طرف في الموضوع واحد غيره يطلع يقول لي القافلة تسير والكلاب وتنبح يا عم ماشي انا مش عاوزك تقول لي الحاجات دي ولا معلشي ولا القافلة ولا الكلام ده كله النقطة التانية الغيرة والحقت قال له ده الكلام ده اللي انا بقوله وان الغيرة والحقت ممكن تخليك تعمل حاجات كتيرة جدا تخبط في البناء ده وتحطمه كل ده عشان انت غيران منه وحقودي عليه تالت نقطة اللي استاذ عحمد بيقولها الاستحواز او الانتباه ان انا ازاي اخليك تنتبه لي تنتبه لتعليقي فيستفزك عشان ترد عليه فهو يحس ان هو مهم ان هو كبير ان هو عملاق ان انت ردت عليه النقطة الرابعة اللي بيتكلم عليها الاستاذ احمد بيقولك ان في ناس مرضى نفسيين يحكر غيره عشان يحس بذاته وده للأسف المنتشر اسلوب رخيص فعلا رخيص خامس نقطة امستاذ احمد اتكلم عليها وقالك الناس جواها حاجة او جواها طاقة بتطلع اللي جواها وقالك كمان ان كل اناء بينضح بما فيه الاسلوب الكويس موجود والاسلوب اللي مش كويس برضو موجود الشتيمة بتولد شتيمة لما تشتمني هزن ان انا عندي دم وعندي نخوة وعندي رجولة لازم ارد عليك واحد يقول لي يا عم اتردش لا ارد انا اسلوبي بعمل بلوك بهزق وبعمل بلوك غيري ممكن يحسس انا ما بحسس واحد يفكر ان القناة دي بتأكني فتحالي بيتي ومعيشاني الكلام ده مصصحيح انا عندي حياة وعندي شغل وعندي حاجات كتيرة جدا بتشغني ولكن انا اعمل القناة دي عشان اسعد حضراتكم عشان اديكم طاقة عشان اقول لك الصح فين والغلط فين خلينا نروح مكان تاني نروح لقناة مجزبة شايمة الست المحترمة او البنت المحترمة او الانيسة المحترمة بتعاني نفس الموضوع من التعليقات السلبية والديسلايك والحاجات دي كلها وقالت كلام كتير جدا ناس اتهمتها ازاي تروح تسكني مش عارف فين مع ناس غرب لوحدك وسبحان الله كان معاها باباها وكان معاها مامتها خلينا نشوف بتقول ايه بتقول ان التعليقات دي بتدل على الحسد والحقد الله ده نفس الكلام لانيسة شايمة بتقرأ تعليق للاخت شيكو بتقول ايه بتقول لها شابي كولة بدل مش عارف ايه لفضحك فطبعا جالها زهول تفضحيني هو انت مسك عليها سر عشان تفضحني ولا انت مسك عليها سر عشان تفضحيها انت العبط ليه ناسه شايمة في نهاية الفيديو بتاعها بتقول ان كل اللي بيعلقوا دول العيال اللي سنهم 12 و 13 سنة وبتناشد الاباء والامهات ان هم يربوا عيالهم ما يخشوش يقزوا الناس ها ما تقزيش الناس يا خلاص بقى ما شايمة قالت ان انت لسه عيل اما بقى قنات محمد خالد الراجل المحترم الشاب بالعسل وبعد الدخلة الجديدة اول اقول له مبروك على الدخلة الجديدة حالو بيقولك ان الناس بتعلق تعليقات عجيبة الشكل خلينا نشوف الناس عند الاستاذ محمد خالد بيقولوا ايه بيقولك محمد ابو يارا بيقوله انها شايفك ان انت قابل قوي بيقولك الاخ محمد سالم بيقوله انت ميم محترم ما تبقاش تطلع في فيديوهات باضينا فكرني بالاخ صاحب التعليق اللي فوق ده لدرجة ان انا فكرت انه هو يقولي يبا داء راك هداية يعنى بالروسي يقرى تعليق تانى يقوله انا اكرهك جنان انت لازج جدا ملازج ملازق يعنى ايه ده جاله تعليق تانى وحب بيقوله ادفوعه عليك يا محمد انت نمت وبتتشطف انت محتاج جوجل ترانزليشن كانوا تعليق تاني بيقولوا انت مين عشان اربز تشيرت عليه اسمك فكرني بتشيرت الشجرة انت غيران ما تشتريك تشيرت وطلع بيه الشجرة وسميه تشيرت الشجرة وفي نهاية الفيديو محمد خالد بيقول متشكر قوي ان انت اوحيتلي بفكرة ودخلتلي فلوس ما هو انت حضرتك لما بتوحيلي بفكرة انا بعمل الفكرة ولما حضرتك بتشاهد الفيديو انا بيجيلي فلوس نروح مكان تاني وقناة تانية ونشوف الناس بتقول ايه في اليوتيوب اصحاب القنوات الكبيرة الناس المحترمة اللي انا بتكلم عنهم بيقولوا ايه مش خالد ولا غزيد ولا عبيد ولا نطات الحيط الانسة منا او المدام منا صاحبة قناة لايف اوف منا خلينا نشوفها بتقول ايه بتقول كلام غريب قوي كلام محترم جالها تعليق وحدة بتقولها مش انتي شخصية عامة قالت لها عامة دي تبقى عامتك ولازم تتقبلي ااا الفكين اللي مش عارف ايه فالاستاذة منا بتقول لها انا شخصية عامة اا بس لما انتي تشتميني هتديك بالجزمة القديمة على رأسك ورأسك اللي تخلفوك ده المفروض اللي يحصل مش أنا عشان شخصية عامة انت انت تهزق فيها مش هسكوتلك واحدة تانية تقول لها يا شيخ هتم بأيالك وأكليهم ولبسيهم الأخت منا أجرت ابن الجران وأهلت له انت كلت مبارح حبيبي مش عارف فصوليا بالإيه وشربت مية وفي الآخر بتقول لك أنا ما عنديش عيال يعني الناس بتشتم وهم مش فيهمين حاجة حد تاني بعت لها كومنت بيقول لها انت كل تصويرك في البيت نزل الشارع فراجين على الشارع فبتقول له وتقريبا وأنا استجفت كده إن هي عايشة في أوروبا لهم بتقول له درجة الحرارة في الشارع 15 تحت الصفر انت حضرتك محتاج مني أنا إن أنا أنزل ألف أو أتكلم معاك في موضوع كذا أو كذا على ظروفك أنت لكن ما تعرفش ظروفي أنا حد تاني قال تدخنتي قوي يا أستاذة منا الصراحة فردت عليه وقالت له هم أنا باكن منتلكتك يا بعيد يا عمي لم نفسك بقى يا عمي مش كده في نهاية فيديو الأستاذة مننا بتقول إن حد سيب لا تعليق إن حضرتك كل شوية تعملي فيديوهات كلها شبعة بعض عن الميكوب ومش عارف إيه حكت الستات فكرني بتعليق الناس اللي بتقول لي إيه هو أنت يا عم كل حاجة أوكرانيا 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 طب خلاص أنا أروح بلا روسيا أعيش هناك وأقولك بلا روسيا بلا روسيا بلا روسيا أو أقولك أروح روسيا أروح بولندا أقولك بولندا بولندا يا ابن أنا بتكلم عن مكان اللي أنا موجود فيه افهم بقى والروح مكان تاني وقناة تانية قناة متعة المشاهدة تربية النحل واضح من اسم القناة ان الرجل ده مهتم بالنحل والكلام ده كله خلينا نشوف الرجل ده بيقول ايه عن الناس المحبطة والتعليقات السلبية والديسلايك واللايك والكلام ده كله الاخ عسقلاني بيقول ان هو نزل لبنته انشودة اكيد دينية لانه شكله رجل متدين واحد عمله ديسلايك على الانشودة فكرني بفيديو القرآن اللي ناس كتيرة قوي عملت ديسلايك عليه القرآن حاجة غريبة جدا ناس عجيبة تمام بيقول الاخ عسقلاني ان ده خلل نفسي ان انت تشوف محتوى كويس وحاجة ونصايح وبعدين تدوس ديسلايك اكيد عندك شيزوفرينيا عندك اي مشكلة نفسية روح تعالج نروح بقى الاخر حاجة وانا هسيب كتير قوي حاجات كتيرة بتتكلم عن الموضوع ده عشان ما اطولش على حضراتكم في الفيلوج ده الترند محمد رمضان النجم محمد رمضان بيتكلم بيقول ايه عن الديسلايك محمد رمضان بيقولك انا بخش على القرآن بلاقي الناس عمليلي ديسلايك القرآن ولو راح دخل قناة مسيحية هيلاقي الناس عمليلي ديسلايك ايه يا عم ده ايه يا جماعة ده محمد رمضان الترند نومبر ون يتعمل فيه كده تسعين الف مش عارف كام وتسعين الف ديسلايك محمد رمضان تسعين الف ديسلايك والله يا عيب اما بقى الاخ خربيش كومي دي ده مشكلة راجل محترم وراجل لزيز جدا قال حاجات كتيرة قوي الفاظ وخواريك وخوازيك وشرف ومشرف حاجات كتيرة جدا على الديسلايك وعالناس اللي بتدوس ديسلايك وعالناس اللي بتقول تعليقات سلبية روح اتعالج وتفرج عشان مطولش عليكم قبل ما اقفل حلقتي مع حضراتكم عاوز اقولك حاجة بتقلا مش هقولك اكتر من كده اولا يا جماعة التعليقات السلبية بتديلك انت كبني ادم طاقة سبحان الله انت بتحطم اللي قدامك واللي قدامك ما بيتحطمش انت بتحاول تكسر اللي قدامك واللي قدامك ما بيتكسرش انت بتكسرش اللي نفسك انت بتعبش اللي روحك انصحك غير تفكيرك و لما تقلد ما تقلدش عشان انت مش لاقي عليك التقليد و لما تغير غير بشرف بكرامة ما تبقاش نمام و لسنك زفر و عامل صاحب و انت اوسك الصحاب خلي بالك من الحكاية دي بنصحكم عشان تخلي بالكم بنصحكم عشان تهتموا بروحكم بنصحكم عشان تختار طريقك كويس وتبص قدامك ما تبصش تحت رجليك حالة النهاردة يا جماعة ممكن ما تجبش مشاهدات مش مشكلة عندي بس انا قلت رأيي بما يرضي الله و مرتاح نفسيا جدا و ضميري اخر راحة الحمد لله ما بنقلدش حد لاني الحمد لله رب العالمين عندنا الكارزمة بتاعتنا و عندنا الشخصات بتاعتنا يا رب تكونوا كويسين صباحكم ورد وعسر السلام عليكم